اهلا برج العزراء طاقتك انت السيكسوفوند السيكسوفوند دي طاقة فيها ممكن انت في الوقت الحالي مثلا مختم بشغل مختم بنجاحات مختم بحقيق حاجة موجودة في حياتك في الوقت الحالي ممكن تكون انت مثلا بتظهر عناد للطرف الاخر انا شايفا الطاقة بتاعتك انت برج ترابي لكن الطاقة بتاعتك نارية في الوقت الحالي يا برج العزراء شايفا طاقة برج الاسد طغية عليك لان السيكسوفوند كمان بنعتبره برج الاسد ممكن عندك شعور بالانا عالي في الوقت الحالي ممكن تكون محقق شهرة محقق نجاح او بتسعل ده او انت في علاقة يهمك فيها شكلك قوي او الكلام الاخرين او انت في علاقة عايز توديها لترسيم او اشهار او كده يعني او تطويق للعلاقة دي طاقة برج العزراء او انت في حد بتحبه او ب Lyn منك وبينه وصفر او بلاي مختلفة مثلا او فيه بينكو نوع من انواع اختلافين. فيه بينكوبينه كمان ممكن يكون فيه عائق بينك وبين الشخص ده لكن انتي عاوز تكون موجود او عاوز تتوج العلاقة دي. ممكن العلاقة دي يكون تكون فيها مشاعر حب بس في الوقت الحالي او يعني دي وصلها لدرجة العشق يعني دول العشقين وفيه حاجة انت عايز تغيرها عايز تغيرها لصالحك يعني او لصالح العلاقة بشكل عين او تتويج العلاقة ضيناك انت تكون موجود مع الشخص ده الشخص ده زي ما قلت ممكن يكون فيه بينك وبينه اختلافات في الوقت الحالي او انت شخص محقق نجاح وشغرة في الوقت الحالي وعامل توازن بين تقطق الانسوية والذكورية وعامل تغيير في عالمك ثموحيتك في الوقت الحالي عامل حاجة وايو حاجة حلوة او المهم انت تقطق حلوة جدا وشايفه في الطاقة بتاعتك معاك جورج الاسد زي ما قلته جورج الجوزاء وهنا الورد فيه كل الاسد وثور وعزراء وكل الثقات او كل الابراء طلقت شريكة التو اف كبس طاقة فيها حق فيها مشاعر طاقة شريكة التو اف كبس طاقة شريكة التو اف كبس طاقة شريكة التو اف كبس او الشخص ده ممكن تكونوا انتوا بعيدا عن بعض في الوقت الحالي هو كمان عايز يعلن شيء عايز اخبار العالم بشيء او انت او اخبارك انت او كده فيه برضو هو عنده الطاقة ممكن تكون زواج او ارتباط بس انا شايفة معاك نايت اوف كبس و الشخص ده عاوز يعيد العلاقة من اول بدين عاوز يكون فيه يقدم لك حبي يقدم لك مشاعر تيه الطاقة بتاعت العلم هشوفنا شعر هنا دلوقتي لان ممكن في طاقته العلم يكون ده حاصل مثلا مع حد تاني او يكون في حالة تانية او في حاجة تانية لكن الطاقة بتاعكو انتو الاثنين حلوان جدا 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 طاقة العلاقة ما بينكو السريق او فون ممكن يكون فيه بينكو بعض مسافة ممكن حد فيكو انتو ظهروا للعلاقة ديه ممكن يكون فيه بينكو طرف تلك السريق او فون ممكن يكون فيه حد فيكو عنده طرف تلك طاقة العلاقة ما بينكو طاقة العلاقة ما بينكو طاقة العلاقة ما بينك وفي مرأبة انتم ممكن كأن هنا واضح لي مثلا كأن اتنين يحبوا بعض في السر أو كده في خوف من رغط في وجود طرف ثالث اي امكان اي هو نور الطرف الثالث مغد النظر هو عاطفي او عمل او سفر او اهل او كده وفي مرأبة والمرأبة هنا طاقة العلاقة ما بينك ودي بتشملكوا انتم الاثنين فانت بتعرف ده منك انت او منه ممكن يكون منكم انتم الاثنين في مرأبة لكن في خوف في خوف وفي حذر وفي خوف من رفض كمان من حد فيك يعني في خوف من رفض بسبب وجود هائق او حاجة ثالث او كده في حاجة مش قادر ياخد قرار تجاه حاجة في الوقت الحال فيه كمان حاجة تخص مثلا كلام الناس او مخوف من كلام الناس او حاجة زي كده اكيد كل حد يبقى عارف ايه الوضع بالنسبة لي طيب ايه هي مشاعره تجاهك نويا خطواته القادمة مصير العلوح مشاعره تجاهك ممكن تكونوا انتوا مع بعض في الشغل ممكن تكونوا مع بعض في شغل ممكن تكونوا اصدقاء اصدقاء عيدة او اصدقاء او اسرة واحدة او كده بس بيه اوف كنت كان مشاعره تجاهك برضو ممكن تقول ان في وجود طرف تالت عند حد فيكم مشاعره تجاهك في الطاقة ايه حالي وفيه طاقة صد او بلوك او 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 منع مشاعر في الوقت الحالي ممكن ان الشخص اللي انت بتحبه ده ممكن ان يكونوا في علاقة تانية بالفعل يعني علاقة تانية معروفة وانت علاقة سرية ممكن من بعض يعني اكيد ده مش كل برج العزراء فيه كمان هنا في المشاعر فيه طاقة تردد او طاقة ما فيه استقرار في الوقت الحالي يعني الشخص ده مش شايفه فيه مشاعر قوية في الوقت الحالي لكن فيه طاقة تردد تردد او علاقة رايحة جاية مش مش شخص يعني شعيز اقول ان هو شخص العبي انا شايفه هنا الطاقة النارية اللي هي طاقة فيها الشغف لكن حد النيتوفون ده حد مش مستقر في المشاعر بتاعته تجاهك هو هنا مستقر في المشاعر اللي هو موجود فيه اللي هو الطاقة في قبس هنا تجاهك مش مستقر في المشاعر هم بتاعتد اكتر ايه مشاعره تجاه في الطاقة الحالية طيب الشخص ده ممكن عايز يسيب طرف ثالث ويجي لك يا برج العزراء او عايز يعبر عن مشاعره او مستنيك انك انت تعبر عن مشاعرك لان انا واضح لي هنا ان دي علاقة فيها اشخاص جداد ولو انتو في زواج او انتو متزوجين ومنفاصلين فالشخص ده عايز يعبر عن حبه ليك تاني وعاوز يبقى فيه اجتماع تاني بينك وبينه لمنشمل ارتباط او لو هو كراش او حد انت بتحبه فالشخص ده اما عايزك تكلمه او عايز هو يكلمك عشان عايز يكون فيه بينكم دواج او ارتباط لكن شايفه فيه تفكير في بعض او انتقال من مكان لمكان او انتقال من حالة الحالة او خروج من وضع المين تمام؟ لان الشخص ده فيه مشكلة عاملة فيه حاجة تخص شغله تخص جود كراف ثالث حاجة مش قادة بياخد فيها قرار في الوقت الحين نويات جهك او تجاه العلاقة هو عاوز يعمل توازن الشخص ده فيه فوق جميعه شخصين ممكن تكون ام ممكن امه واخت ممكن امه وزوجه ممكن امه وزوجه ممكن فيه حد موجود معاه مخليه مش قادر يعمل توازن في الوقت الحالي او ياخد قرار صحيح في الطاقة الحالية بيأثر على عقله بيأثر حد ايه اشخاص موجودين معاه بيأثروا على الطريقة اللي هو بيفكر بيها ايه نويات جاهك او تجاه العلاقة؟ او الشخص ده عايز يدي حاجة او عاوز هو شايفة ان هو عشان يكون معاك ده اللي تقف قبس تاني عشان هو يكون معاك لازم يخرج من حاجة لازم حاجة يبوتها لازم اشخاص يخرجهم من حياته لازم اشخاص يتخلص منهم مش يتخلص منهم يبوتهم يعني لا يكونوش لازم يحصل تغيير عشان هو يكون معاك تغيير وتغيير قوي مش مش تغيير عادي يعني مش تغيير في شخصيته في كلامه في كده حاجة خطوة قوية يقدم عليها عشان هو يكون معاك خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة زي ما قلت الشخص ده شايل هم حاجة او مسئولية حاجة ممكن يكون عنده مسئولية حاجة تانية بالتاني ارتباط ممكن يكون عمل هو شخص مسئول عن اسرة عن حاجات مثلا في حياته ممكن شخص مثلا خايف فعلا من كلام ناس او متصرف ما هو يعمله شخص ده بيحافظ على شكله جدا ومتحمل المسئولية اللي هو موجود فيها مش عامد يظهر بصورة الشخص الخاين او المخادع او كده يعني فالخطوات القادمة هيكون فيها قرار حاسم لكن هو عامله لود يعني عامله ضغط في الوقت الحالي كأن فيه حاجة لازم قرار لازم يتخذه بس هو صعب عليه في الطاقة الحالي مصير العلاقة بربل فايف او فسورد اللي هو ده فيه حد فيكو هيستسلم يعني اللي هو استسلم لوضع للموقف هو هنا فيه تدخل الاشخاص بشكل كبير فيه تدخل مش انت او كو الوحدته مصير العلاقة او الاول تابن العلاقة في الطاقة الحالية ده ما يكونش مصير مطلق يعني عشان ما حدش يقلق او يبقى خايف او كده مصير العلاقة او بصو هيربقى فيه تحديات الشيء اللي هو عاوز يعمله ده حاجة صعب هيكون فيه تحديات فيه حد هيخرج من حياة الشخص ده وعشان انتو تكونوا موجودين مع بعض فيه توازن ما يحصل فيه ارتباط وفيه تحمل للمسؤولية فيه تعويض ليك يا برج العزرات شايفة فيه طاقت فيه اعمل في العلاقة بشكل كبير فيه بس يعني ممكن يكون فيه ارتباط بسبب هنا مشاعره وبسبب خطواته القادمة ممكن اقول ان الموضوع ممكن يكون فيه ارتباط لكن شايفة فيه ارتباط فيه عمل مشترك فيه مصالح مشتركة ما بينكم فيه حاجات كتير يعني ممكن تحصل في العلاقة ده توازن بداية الخطوة مثلا هيجي بعدها خطوات تانية لكن خطوة هتكون مرضية بالنسبة لك او مصير العلاقة هتكون مرضية بالنسبة لك هيكون بمثابة تعويض ليك الابراج اللي انا شايفة هنا شايفة برج زي ما قلت الابراج الموجود هنا جوزاء واسد ومورتي كل التقاط او الابراج شايفة برج العقرة اسد جوزاء وميزان حمل وميزان وكل التقاط الموجود ايه القادم في برج العزراء القادم السري اوف سوريد ممكن يكون حد من الماضي ممكن يكون حد من الماضي كان جرحت ويدخل في علاقة ثالثة بص هقول في كل الاحتمالات ممكن يكون حد من الماضي كان دخل في علاقة ثالثة شرط ده ممكن يرجع لك تاني يداوي جراحك او الاحساس اللي انت بتحسته تجاه الموقف اللي حصل في السابق ممكن يكون حد جاي ظروفه ونفس ظروفك يعني حصل معي نفس الحاجات اللي حصلت مثلا في حياتك فهتكونوا تعويض لبعض مال قادر لبرج العزراء عزبين انا شايفة ان حد من الماضي ولو انت مكنش عندك حد من الماضي فانت محتاج انك انت تتخلص من طاقة سلبية علشان تسهل القادم او انت ماندكش انا شايفة انا في احتمال وجود طاقة سلبية بتسبب لك ازمات او عرقيل عاطفية في حياتك مال قادر لبرج العزراء عزبين حاولوا تعملوا تخصينات حاولوا الاقتصال او الاستحمال بمية وملح لتنظيف الطاقة طيب اللي جاي لك ده دي نسبة كبيرة من نقو حد من الماضي او انت في كتابة سلبية تخلص منها عشان في حد جاي فعلا في حد انت على علاقة به او كنت على علاقة به الارتباط بينك وبينه هيروح لمستوى اعلى يعني بتحبوا بعض فحيحصل مثلا ارتباط رسمي خطوبة او كده في خطوبة فحيبقى في زواج اللي جاي حد انت عارفه في بينك وبينه كيمستري عالي انت ممكن تكون شاكك في ان هو يجي او كده وعلى فكرة اللي انت بتفكر فيه واللي انت بتحس بيه هو اللي بيحصل فدائم عن طاقة يقول واخده وبينك تسدق او ذهبق او اا اصدق او كل الحاجات بان مهم جدا ان الطاقة دي تستشعر بها وتكون واسط منها جدا جدا لان اللي انت بتصدقه واللي انت بتشعر به او احساسك بيكون عالي فيه هو اللي بيحصل مهما اي حد قالك على فكرة فخلي الكبير من عامل في النقاط الآن لان تكون واسط اللي انت فيه ليكون عندك اراضه قوية انا juicس тебе ان قل احساس كم قوي وممتوازن فيه في حياتك يعني. فحاول تكون عندك الثقة في الجانب العاطفي وتمسى الأمور اللي مرن في حياتك. ممكن تكون انت مثلا جاي ده حد كان خينك يسبب لك ألو مجرح كبير قوي. او كانت علاقة كارمة في الماضي. بسبب مثلا تدخر لأشخاص بطاقة سلبية. الحد ده ممكن يكون برقبك. ممكن تكون العلاقة دي مثلا فيها ادمان. او طاقة تعلق قوية جدا. او حد كان رابطك مثلا في حاجة في ارتباط في حاجة زي كده. المهم في شيء سلبي او شيء سام لازم انت تعمل شفاء منه لان انت جاه لك حاجات كويسة ولازم يكون تعلي طاقة الثقة والتفاؤل بان اللي جاي خير. يعني ما تقولش النفسك ما تحس حاجات سلبية تجاه القادم في حياتك. لان فيه تطور وفيه شخص يا اما هتقبله جديد. هيحصل فيه بينك وبينه الجزاب عالي. يا اما الشخص اللي انت تعرفه بالفعل. اللي فيه بينك وبينه كيميستري. العلاقة بينك وبينه هتتطور للمستوى عام. تمام? تمام. فان شاء الله خير واتفقه خير. ولما قولي اني فيه طاقة سلبية. ودي صدقوني حاجة متخول في الشيء. يعني دي. انا هنا قلت ليه طاقة سلبية بسبب ايدوا. تمام? الطاقة السلبية لو انت باحساسك يعني بتفكيرك. اه. فكرت فيها بالشكل بالكبير. يعني كبرتها تكبر. لو انت حقرتها نفس هيكون التأثير عليك. فمش هيكون لها التأثير عليك. احنا نحتاجين بس في وجود الطاقة السلبية ان احنا نحقر الطاقة السلبية او طاقة السحر او الحسد او الحاجات دي ونعظم طاقة الخلق فدي مقابل دي ما تجيش فيه ناس بقى مشكلة اللي هما بيعانوا من الطاقة السلبية الفترة طويلة ان هما بيعظموا او بيكبروا طاقة السحر والحسد جدا وينزلوا طاقة الخلق استغفر الله العظيم يا ربي يعني فبالتالي الطاقة بتأثر فيهم بشكل قوي فخلوا بالكم من احاسسكم وان حاجة زي كده مش مؤثرة اطلاقا يعني الا اذا انت سمحت لها تأثر وهنا بيقول لك تاني صدق دوري يقلع الزراق وهنا بيقول لك صدق نفس الكلام اللي انا عمال اقوله طول القراءة طيب هقول لكم بعد هنا برضو خليك واثق ممكن بعضوك يكون قلقان مهزوز مش متأكد خايف من القادم في حاجة معينة مثلا هزى ثقته بنفسه او ثقته بالاخرين او ثقته بالمواقف اللي بتمرن في حياته مثلا يكون بقالها فترة فانت خايف او قلقان او كده لا برج العزرق ما تخافش ما تقلقش وخليك واثق وهنا بيقول لك فيو بريف يعني ان كنت تؤمن والايمان اللي هو التزديق بالشيء التقديم دول مع بعض الثقة والايمان واحد ضرب نفسك لوقت مهما تجي لك طاقة من بره او افكار من بره لا مش ممكن لا مستحيل بايا كان الشيء اللي انت عايزه لو انت وثقت وصدقت الشيء ده يتنفذ في حياتك بشكل سريع جدا انت ما تتوقعهش هنا كمان بيقول لك take action و you are ready ممكن انت محتاج تاخد خطوة في حاجة في حياتك ممكن تكون انت محتاج تاخد خطوة مثلا للشريك او اتجاه نفسك او اتجاه شغلك او تجديد حاجة في حياتك او حاجة في شكلك او كده وهنا بيأكد لك انك انت مستعد للخطوة دي فشوف ايه اللي انت مستعد ليه في الوقت الحالي عشان تاخد فيه خطوة صعب ان احنا نقعد نسمع الطارو لان الطارو مش بيحقق لك شيء لكن هو بيرشدك ايه الخطوات اللي انت لازم تعملها او تكون عليها في الفترة اللي جاية او تعمل ايه بالظبط ولما تسمع بتنفذ انا المفروض اعمل كذا اخد خطوة اي ان كان شكل الخطوة او صغرها لكن هتفرق مدام انت محتاج انك تتحرق تجاه شيء هنا كمان بيأكد لك caretis بيأكد لك وفيه اجتماع بينك وبين شخص على فكرة و caretis ده برضو بيأكد لك مجمل القراءة واللي هيحصل ده هيكون في الوقت المناسب يعني مهما ان كان انت في الوقت الحالي مهم جدا اقول لكم حاجة سريعة كده بس في الطاقة الرضا او احساس الطمأنينة والسكينة في الوضع الحالي اللي انا موجود فيه ايا كان شكله وايا كانت الظروف ان انا ارضا علشان اقدر انتقل للوضع اللي بعديه ارضا واسعة للمرحلة اللي بعد كده فهيكون مبسوط في الحاجة اللي هتيجي بعد كده لو انا فضلت معالد او فضلت متضايق او تعبان في الوضع اللي انا موجود فيه وايه اللي بيحصل لي وايه اللي انا عايزه في حياتي وايه مش بيجيلي الوضع اللي انا موجود فيه هيستمر الى ان نغير ما بانفسنا اسمعوا ده كويس جدا وعن تجربة شخصية والاشخاص كتير جدا ممكن الناس كمان تكون بتعمل معايا كراء اقصاص تتكلم في التعليقات انه هما كانوا في مرحلة ايه وبفضل الله معايا وصلوا لمرحلة ايه فخلوا بالكم ده بالنسبة الاشخاص اللي تسمع الكراهة او بتسمع التوجيهات فيه اشخاص بتبقى عايزة واحد او ثلاثة يعني قولنا طميشن وفيه حاجات حواليك ما انت انسان كامل فيه مثلا عندك مشاكل فيه لغبطة في التفكير بتاعك فيه حاجة بتصدى عندك ما انا لازم اقولك مثلا ان فيه حاجات كذا كذا لازم تعملها عشان انت تاخد خطوات تجاهها عشان الشيء يتغير في حياتك بالفعل فخلوا بالكم الحاجة اللي هتيجي هتيجي في وقتها الصح ووقتها المناسب ليك وليك وليك في ظروف فانت ارضى بالوضع الحالي بس رضى مع سعدي للوضع اللي انت عاش تكون وليك اشتركوا في القناة